النهاردة بدأت فعليات الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه اللي انطلق في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة بيعد أسبوع القاهرة للمياه من أكبر الأحداث المائية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وزارة الموارد المائية والرأي المصرية بتنظمه بشكل سنوي وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين وبيهدف الأسبوع بشكل عام لتعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المفذولة لمواجهة تلك التحديات بالإضافة لتحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية بيعقد هذا الحدث تحت عنوان الاستجابة لندرة المياه واللي تم اختياره ليعكس مدى أهمية الموضوع اللي طبعا مهم لمواجهة تماما أسبوع القاهرة للمياه أسبوع مهم جدا كل اللي حيتقال في الندوات وفي الجلسات محتاجين أن احنا نعرف وانتبعوا في تقاريرنا على المستوى الإعلامي في المواقع الإخبارية اللي بتتحدث عن هذه الندوات ليه بقى لأنه ده مرتبط بحياتنا احنا واخدين على أن المياه متوفرة وموجودة بشكل مستمر وما عندناش أي مشاكل للأسف الشديد ندرة المياه دي بقت خطر بيواجه مصر وبيواجه دول كتيرة جدا مرحلة الفقر المائي مشكلة وتحدي الدول دلوقتي بتقف قدامه وبتحاول أنها تقدم الوعي وتقدم الحلول زي تحلية مياه البحر على سبيل المثال على فكرة هو إحنا كمان كمواطنين وكمان أدنين مستهلكين للمياه مطلوب مننا دور كبير جدا وهو ترشيد استهلاك المياه ترشيد استهلاك المياه ده مصطلح بنقوله كتير المصطلح ده مفهومه المفروض يكون عندنا ووصل لنا ومؤمنين به ووثقين بأننا إذا ما قدرناش نطبقه للأسف الشديد هندخل في مرحلة الخطر دي وحنبتدي نشتكي وحنبتدي نقول يا ناس إحنا المياه عندنا فيها مشكلة إزاي ما فيش حل إيه اللي بيجرأ لأنه إحنا كمان للأسف مطلوب مننا خطوة لازم نعملها كتير بيعملها وكتير بيتعامل على أنه ما فيش أي تحدي ما فيش مشاكل المياه موجودة بوفرة وبكميات كويسة لأ حالنا دلوقتي مختلف الأمور بتتغير الدنيا والظروف متغيرة بطبيعة الحال لازم نكون على وعي باللي بيحصل حوالينا لازم يكون فيه ترشيد للمياه قدر المستطاع اللي احنا عايزينه من المياه هو بس اللي نستخدمه غير كده ما فيش داعي طبعا لعملية المياه والحنفية اللي ممكن تبقى يعني عايزينها مش عايزينها لكن للأسف الشديد موجودة كده وكأنه ما فيش أي ندرة للمياه ولا فيه أي خطر ودي كانت طول عمرها حملات ترويجية موجودة بتمنى أنها تستمر وتنتعش مرة تانية الحملات الترويجية الخاصة بترشيد المياه